أكارم ننتقل إلى زاخو مع مراسلتنا نجلة السندي لتحدثنا عن إنجاز 90% من مشروع ترميم وتوسيع مستشفى الطوارئ نعم نجلة أهلا بك تفضلي ما هي التفاصيل لديك؟ نعم زملائي تحية طيبة مني لكم جميعا أتواجد حاليا داخل مستشفى الطوارئ في مدينة زاخو التي تم فيها إنجاز 90% من المشروع الاستراتيجي ومشروع توسيع وترميم مستشفى الطوارئ بعدما تم تخصيص أكثر من 2 مليار دينار عراقي لتطوير القطاع الصحي من قبل حكومة أقليم كردستان حيث سيتم إنجاز هذا المشروع بتكلفة 266 مليون دينار عراقي وذلك للتحقيق نقلة نوعية لتطوير النظام الصحي في مدينة زاخو وخصوصا نتضم خمسة مخيمات فإنه من الضروري ترميم هذه المستشفى لتلبية احتياجات أفراد المجتمع وللحديث أكثر ينضم معي الدكتور أركان أحمد مدير مستشفى الطوارئ ليحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع نعم شكرا جزيلا هذا المشروع قد تم إخرارها من قبل حكومة أقليم كردستان وبإشراف من قبل إدارة زاخوة المستقلة حيث يتم يضم هذا المشروع توسيع مع ترميم مستشفى طوارئ في زاخو لكونها المستشفى الوحيد في زاخو ويستقبل جميع حالات الطارئة فكان من الضروري جدا توسيع وترميم هذا المستشفى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين الكرام وتتضمن هذا التوسيع زيادة عدد الأسرة بحوالي من 25 إلى 30 سرير وكذلك إنشاء قسم إنعاش الطبي إنعاش قلبي وطبي آي سي 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 بحوالي 6 إلى 7 سر وكذلك توسيع مكان وقسم حوادث في داخل المستشفى مع توسيع صالات العمليات في المستشفى مثل ما قلت لزيادة لتحسين نوعية الخدمات التي قدمها لأهالي ساخو الكرام واللاجئين وجميع الذين يتوفرون إلى هذا المستشفى شكرا جزيلا دكتور طبعا سيتم أيضا تجهيز هذه المستشفى بأحدث الأجهزاء الطبية وأيضا سيتم تدريب الكوادر الصحية لضمان استمرار الخدمات بشكل مطلوب كما سيتم التركيز على جودة الخدمات منها خدمات العلاجية والطبية والتشخيصية أيضا سيتم إضافة وحدة الإنعاش بساعة 7 السرائر وخصوصا أنها كانت تفتقر في مدينة الزاخو في وجود قسم إنعاش داخل المدينة أيضا سيتم إضافة عدة سرائر داخل هذه المستشفى لتلبية احتياجات أفراد المجتمع النعم الزملائي شكرا جزيلا لك